نذهب إلى هذه الصور المباشرة الآن من جنوب لبنان كانت قبل لحظات فقط كانت هناك قنابل مضيئة في هذه المنطقة إذن نتحدث عن قنابل مضيئة قبل قليل على الجنوب اللبناني أي الجبهة الإسرائيلية الشمالية إذن نحن لازلنا نتابع معكم هذه الصور المباشرة للحدود الجنوبية الإسرائيلية كانت قبل لحظات من الآن هناك قنابل مضيئة في جنوب لبنان وكانت في المرات السابقة عندما نتابع هذه القنابل المضيئة يعني على الأرض هناك توغل إسرائيلي للمناطق التي يراد وضع إضاءة عليها في مثل هكذا حالات إذن نحن نتابع هذه الصور المباشرة للجنوب اللبناني وهذه صور تظهر إذن عمليات أيضا لربما قصف في هذه الأثناء إذن نحن نتابع معكم هذه الصور المباشرة الآن للحظة إطلاق الجيش الإسرائيلية قنابل مضيئة على الجبهة الجنوبية للبنان إذن نعود وننوه بأن هذه الصور المباشرة تأتينا الآن من على الجبهة الجنوبية اللبنانية كانت قبل لحظات قنابل مضيئة وقلنا قد تعودنا في هذه العمليات العسكرية قنابل مضيئة ربما قصف أو توغل عسكري إسرائيلي بري على هذه المناطق نحن نتابع كل هذه التحديثات مشاهدين وبشكل مباشر على الهواء لربما عملية عسكرية جديدة الآن على مواقع مختلفة في الجنوب اللبناني كان قد تعرض الجنوب إلى عمليات قصف متفرقة يعني نتحدث عن جبهة واسعة يقوم فيها الإسرائيليون باستهداف أماكن مختلفة في لبنان نحن نتابع معكم صورتين الآن نتابع بيروت وأيضا الجبهة الجنوبية لربما الأوضاع تكون مختلفة في الساعات المقبلة مع ما اشتبعناه قبل قليل لحظة إضاءة بعض المواقع في الجنوب اللبناني دائما ما تطلق إسرائيل قنابل مضيئة في جنوب لبنان يعني ربما استهداف جو إسرائيلي وعلى الأرجح توغل إسرائيلي جديد في الجنوب هذه المحاولات الإسرائيلية مستمرة منذ أيام للتوغل في عدد من المواقع جنوب لبنان كان قبل قليل فقط حزب الله في بيان له تحدث عن عملية تصعيد جديدة في الجبهة الجنوبية تحدث الحزب قبل نحو 35 دقيقة في بيان له بخسائر إسرائيلية بلغت نحو 55 قتيلا ونتحدث عن أكثر من 500 جريح من الضباط والجنود حزب الله أيضا أعلن عن ما أسماه مرحلة جديدة وتصعودية في المواجهة مع إسرائيل ونحن نتابع معكم هذه الصور المباشرة لربما للهدوء الحذر الآن ولكن كنا نتابع معكم قبل قليل هذه القنابل المضيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر